خلينا نستعرض مع بعض الهايلايتس الخاصة بهذه المباراة طبعا أكيد حضراتكم جميعا اتفرجتوا عليها لكن خلينا في الهايلايتس دايما بنركز على بعض النقاط نشوف مع بعض كيف صارت هذه المباراة كيف كان الشوت الأول لنادي الزمالك والشوت الثاني للنادي الأهلي طبعا بدأ النادي الأهلي بتشكيل من الشناوي محمد هاني ياسر إبراهيم أيمن أشرف علي معلول ولعب بتلاتة ارتكاس في وسط الملعب السلية وحمد فتح وأليو ديانج ثم أفشا في الطرف اليمين وعبد القادر في الطرف الشمال ومحمد شريف في منطقة رأس الحربة وده الهدف الأول المبكر جدا في الديئة ستة من دمن المباراة ونشوفه أكيد مرة تانية عشان نقف هنا الأول نقف هنا الأول نرجع شوي الكرة تلعبت في مساحة ناحية اليمين في تلاتة بالزبط تلاتة مع سيف الدين الجزيري هذه الكرة كان ممكن التعامل معها بمنتهى البساطة لأنه ما يمكنش واحد مع تلاتة ويتفوق عليهم خروج محمد الشناوي أربك التلاتة اللي حوالي الكرة طبعا هنا كان ياسر إبراهيم هو الأقرب اللي اتنين رجعوا شوية اللي كانوا مع الجزيري خروج الشناوي في هذه اللحظة أربكة ياسر إبراهيم وبالتالي أصبح لا دا عارف هو اللي هيلعب الكرة ولا دا عارف هو اللي هيلعب الكرة فعزموا تقريبا على بعض أخذها الجزيري في مساحة لوحده وبعدين بمنتهى الزكاء عرضية وطبعا إتقان عالي جدا من زيزو إنه هو جاي من الخلف للأمام جياله الحياة في ارتفاع رائع وبسرعة جيدة للغاية فحط راسه في الكرة بإتقان طبعا بسألة دي برضو محتاجة إتقان وإلا الكرة تعلى منه لكن الجزيري بص الأول بعينه وبعدين عملها عرضية جميلة جدا في المتناول وفي داخل المرمى الخالي تماما من حارسه عشان يحرز هدف التقدم لنادي الزمالك طبعا الزمالك لها